ازاي يوكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة من كوكب اليابان الشقيق. الوصفة هنستعمل فيها التاصة اللي قلت لحضراتكم عليها اللي وردتها لكم. واعدتكم بوصفة اه من النوع المتميز جدا ان شاء الله. خليكم عايا هنبتدي على طول نبص على المكونات ونجمع الوصفة بتاعتنا ونشوفها بتستوي ازاي الوصفة بكل تفاصيلها اه في منتهى منتهى الروعة والشكل النهائي بيبقى اه حاجة كده فعلا من كوكب اليابان. خلونا نشوف كده نبتدي ونقول بسم الله ونبتدي سوا بازم اللي على طول. هنجيب بولا. و هنجيب اربع بضات. هنجيب فانيليا. خط شوية عشان الريحة بتاعت البيض. هنضرب. هنضيف ستين جرام من السكر الابيض عليهم جرام واحد من الملح الناعم. هنقلب. هنستمر في الخفق لمدة ديتين. نطمن بس ان السكر داب مع البيض. كده بالزبط. هنجيب ربعمية جرام من الحليب او ربعمية ملي بالحجم اللتري للحليب. هنضيف الربعمية جرام كلهم. و هنقلب. بكل بساطة كده هنشيل الخليط ده. و نجيب الدقيق. عندنا الدقيق اه تلتمية وستين جرام دقيق. عليهم ستة جرام بيكين بودر. هنقلبه دلوقتي كده نخلطهم ببعض. و نبدأ ننزل الخليط بتاعنا عليهم. كل مرة واحدة ما فيش اي مشكلة. هنقلب شوية نخلط المكونات و نتطمن انه كله تجانس و ما فيش كتل دقيق في العجينة بتاعتنا. الخليط اهو خلاص. اخر حاجة هنحط ستين جرام من الزيت النباتي. و نقلب تقليبة اخيرة. الخليط بتاعنا خلاص جهز. و نقدر ننتقل المرحلة التالية مباشرة. هنجيب الاداة اللطيفة اللي حضراتكم شايفينها دي. عشان نصب بيها العجين. و هنصب فيها العجين بتاعنا. هنستعمل بعض الادوات البسيطة عبارة الخل بتاع الشيش طوق ده. عشان اه اه اثناء عمل العجين هنستعمله. هوري حضراتكم ازاي حالا. نخلي النار متوسطة لضعيفة. مش محتاجين النار علي قوي. طيصة بتاعتنا سخنت. هننزل العجين. وهنجيب دي. بنحركها كده حركة دائرية. عشان نعمل حرف للعجينة بتاعتنا. تلاحظوا معايا الا العجين بيروح ناحية الجناب كده وينلى الحرف اللي احنا ما ملنهوش بالعجين من الافل. بصوا حضراتكم ايوه. نبتدي نحط العجينة تانية. قالب من النوتيلة كنا نجمدينه في آآ فريزر. نجيب خلة السنان دي ونعمل حركة دائرية كده عشان نطمئن ان العجين ما فيش اي حاجة ملتسقة. هناخد دي نحطها فوق دي. وانسيبهم يكملوا سواهم براحتهم. دا شكلها وهي طلع من على النار مباشرة للأكل. هنخط حشوة مختلفة كمان. دي حشوة عبارة عن بطاطا حمرة. محطوط عليها بلو بيري مجفف. وكاجو وبعض المكسرات. هاجي هنا. واحط برضو كمية. منحط ربع الارتفاع بالزبط تقريبا. هناخدها بالحشوة بتاعتها ونحطها اخلاء البوز. سويا هناخد الفاضية نحطها على مليانة او المليانة على الفاضية زي ما احنا عايزين. مش تفرق. بتبقى شخنة طبعا نتعامل معها بحرصة شوية. شايفين حضراتكم طالعين شكلهم عامل ازاي. بس يا سيدي. وراح ايهل له هي دي الوصفة بتاعتنا النهاردة. حافتحها دلوقتي قدام خضراتكم ونشوف شكلها من جوا عامل ازاي. سواء بالحشوة بتاعت النوتلا او الحشوة بتاعت البطاطا الحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلقان لان انا لسه مقبتش فتحتها. دي اللي بالبطاطا. حشوة البطاطا مع البلو بيري والمكسرات. يا مهر ربيات يا مهر ربيات يا مهر ربيات يا مهر ربيات يا جمعة. نوتلا بزت من فوق. بازز خالص. ما شاء الله ما شاء الله ايه ده ايه ده ايه ده. انا اول مرة عاملها بالنوتلا فمتهياء ليه هتبقى تحتة يعني. اه ده شكل الوصفة بعد ما بتاعناها هو كله على عين الكاتاجر. اه اتمنى ان الوصفة تكون عجبت حضراتكم وتكون فعلا مميزة زي ما عودناكم في القناة. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وابتكار جديد على كتشناوي. سلام عليكم. اشتركوا في القناة. موسيقى